جميع اختارت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية اختارت حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حافظه الله ورعاه شخصية العام هذا الاختيار جاء تقديرا لجهود جلالة الملك المفدى في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصه الدؤوب على خدمة القرآن الكريم ورعايته حافظته وقد تم اختيار جلالة الملك خلال الحفل الذي أقامته الهيئة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزز أهل سعود لتكريم الفائزين بالجائزة العالمية السادسة المخصصة لمن أسهم في خدمة القرآن الكريم وأنبى فيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وقد أعرب سعادة الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية أثناء مشاركته نيابة عن جلالة الملك المفدى أعرب عن اعتزاز البحرين بهذا الاختيار مشيدا بجهود جلالة الملك المفدى في خدمة الدين الحنيف ورعاية العلم والعلماء والحفاظ على كتاب الله وتعليمه ونشره ترجمة نانسي قنقر